الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية حول موضوع الجوالات في المدارس دكتور كمال صباح الخير لألك وأهلا فيك معنا بداية دكتور يعني لا خلاف حول ضرر الهواتف النقالة على العملية التعليمية داخل الصف كونها يعني تشوش على المعلم وعلى بقية الطلبة يعني مصدر لأله ربما ولكن من جهة أخرى هناك من يقول أن الهواتف النقالة تنمي نوعا ما فرصة التعليم الداتي والبحث عن المعلومات لدى الطالب وعدم الاقتصار على التلقي بل المشاركة والإدلاء بوجهة النظر ما رأيك يعني حول هذا الموضوع في الحقيقة يعني من الممكن أن ننظر للموضوع زي ما سمعت من تعليقات الإخوة اللي ذكرتهم حضرتك أنه بيفيد فعلا في التعلم كمان أنه بقى يعني ضرورة حياتية وأنه بقى كثير من أولياء الأمور والأباء والأمهات محتاجين يتطمنوا على أولادهم وبالذات في الفسحة وبالذات بعد ما يطلعوا من المدرسة ربما الأم في المدارس اللي في أماكن واسعة تتصل بإبنها تقول له أنت حتخرج من أنه باب لأني حلطقتك من هناك ولكن في نفس الوقت يعني أنا متخوف وأرفض وجود المحمول داخل العملية التعليمية وفي اليوم الدراسي لأسباب متعددة أنه على الرغم من أنه بقول أنه حرية شخصية للأولاد والبنات يكون معهم إلا أنه في نفس الوقت قد ينتهك حرمة وحرية الحريات الشخصية للآخرين يعني ربما الولد يصور بنته هي بتعدي للجيبة بتاعتها أو البلوزة بتاعتها أنه لا ينبغي أن يضع المدرس تحت ضغط أنه أحد تلاميذه يصور له بيصوره هو بيتخانق ربما بيوبخ بعض الطلاب ربما بيستظرف ويقول نكتة يعني كل دي تخلي وجود الموبايل مسألة ما هي مرغوب فيها ربما الأولاد ينصرفوا ويبضل الموبايل محطوط على رجله هو عمال يعمل شات مع زميله ولا زميلته اللي في الفصل الثاني ومنطرف ذهنيا تماما العمليات التعليمية يعني ضوابط معينة ربما يمكن من خلالها السماح بوجود هواتف نقالة في المدارس بحيث تحمل أثر إيجابي على الطلاب يعني مثل ما ذكرت حضرتك أنه ممكن بعض الأهالي بيحبوا أنه يضطمنوا على أولادهم فهل مثلا هناك بعض المدارس ممكن تاخد الموبايلات من الطلاب وترجع لهم إيها مثلا في نهاية الدوام والله ممكن ولكن ده كمان أنا في رأيي حيلقي عبء على المدارس وخاصة لو حطنا في اعتبارنا أننا نحن نتكلم عن المدارس العربية يمكن في مدارس الخليج الإمكانيات متاحة أكثر أننا نخصص غرفة وثلاث موظفين لاستقبال موبايلات الطلاب وإداءهم رقم ووضعوا في رف أو شيء بهذا الشكل لكن لما تكون بنتكلم عن مدرسة فيها ألف تلميذ وتلميذة وفقيرة الإمكانيات ربما يكون ده صحي وبالتالي أنا بفكر أنه نستبدل ده بحاجتين الحاجة الأولى زي ما قال الأستاذ علي في التعليقات أنه إدماج الموبايل في العملية التعليمية بحيث أنه الطالب ينظر إليه مش أنه باعتباره أداة لتضيع الوقت وبذات لما يكون في المدرسة وإنما أداة لاستكمال مستحقات العملية التعليمية للرجوع للمراجع للتواصل مع الأستاذ لمراجعة النتيجة بتاعته ده من ناحية ومن ناحية تانية إحنا محتاجين ما يشبع مساق شرف مع أولادنا إحنا محتاجين نحبهم ونحترمهم ونطالبهم باحترامنا واحترام القواعد بأن الموبايل لا يستخدم استخدام خاص مثلا في الأوقات المسموح بوجوده معهم نعم هي عملية الثقة كثير فيه يمكن ناس ركزوا على موضوع الثقة ثقة الأهل للطالب أن يثقوا فيهم أن يكون الموبايل معهم فقط بموضوع العملية التعليمية ولكن ليس لتشكيل ربما مصدر إلهاء طيب ضوابط في موضوع وجود الموبايل بحيث أنه تحمل عنصر إيجابي تحدثنا عن هذا الموضوع التوفيق بين عصر التكنولوجيا وأصول التربية حضرتك تحدثت عن هذا الموضوع ولكن هل هناك إحصاءات محددة في موضوع هذا الإطار؟ للأسف الشديد كل ما هناك هو هذه المساجلات حوالي الموافق والرافض نحن في مصر على سبيل المثال صدر قرار من وزارة التعليم ومن الأزهر بمنع وجود الموبايل وخاصة بعد ما استخدم هذا الموبايل استخدام سيء في تصوير زي ما أنا قلت معلمين بيتنرفزوا على الأولاد مدرس بيقدم الدرس بطريقة هزلية على سبيل المثال ونشر هذا على الميديا وعمل مشاكل كثيرة بهذا الشكل هو هذا الموجود للأسف الشديد لكننا في حاجة بالفعل إلى إحصاء عدد الموبايلات الموجودة واستخدام هذه الموبايلات وما تم في هذا الموضوع نعم دكتور كمال مغيط الباحث في مركز القومي للبحوث التربوية شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمر الصناعية من القاهرة شكرا لك على المعلومات القيمة والمفيدة